مرحبا جميعا هذا هو الجزء الثالث والأخير من محاضرة المحاضرة كاملة تستطيعون الوصول لها بسهولة من رابط أسفل في صندوق الوصف نسابع المحاضرة في المحاضرة الأولى تعرفنا على الـ overview وprinciples of fractures وفي المحاضرة الثانية تعرفنا أيضا على الـ injuries of hip bone والكوكسفارة والكوكسفالقة وتعرفنا أيضا على الـ dislocated epiphyses of femoral head وتعرفنا أيضا على الـ femoral fractures في هذه المحاضرة سنتعرف على ما تبقى من الـ ILOs للمحاضرة الـ clinical correlations of lower limb bones نبدأ بأول ILO لهذا اليوم وهو الـ tibial fractures The tibial shift is narrowest of the junction يعني في نقطة الاقتصال of its middle and inferior third يعني سيكون في هذه النقطة تحديدا في هذه النقطة هذه هي أضعف نقطة وأضيق نقطة لـ tibial shift which is the most frequent side of fracture أي أن في هذه النقطة التي هي عبارة عن الـ junction عبارة عن نقطة الاتصال ما بين المدل هذا يعتبر المدل third وهذا يعتبر الـ inferior third ففي هذه النقطة هي النقطة الأضعف وهي أكثر نقطة في الـ tibial shift معرضة إلى الكسر ماذا يعني أنها تملك بورست بلد سبلي؟ أنها تملك أفقر بلد سبلي البون حينما يتعرض للكسر فيحتاج إلى البلد يحتاج إلى البلد سبلي إلى التزود بالدم كي يستطيع عمل remodeling أو كي يستطيع عمل healing أي يشفى من الكسر ففي حالة إذا كان لدي بلد سبلي أضعف من نقطة معينة يكون فيها البلد سبلي ضعيف بما معناته أن الكسر سيكلف وقت أكثر أو يحتاج إلى وقت أكثر لكي يعمل healing فهذه النقطة تملك بورست بورست بلد سبلي نحن تعرفنا في المحاورة الأولى من كليكال كوريليشنز أو فلوري اليمبونز عن سمبل وكمبوند فركتور وعرفنا أن الكمبوند فركتور أيضا الاسم الآخر له هو open fracture وهو ببساطة حينما ينكسر جزء من العظم مثل ما نلاحظ هنا ويخرج قطعة من العظم إلى خارج الجسم أي بما معناته يعمل أو لأحد فهذا نسميه open fracture أو نسميه أيضا compound fracture ففي هذه النقطة هذا هذا الجزء من التبية وهو عبارة عن المedial surface هو الجزء الذي يكون subcutaneous المedial surface جزء لا بأس به من التبية يكون subcutaneous فلأنه subcutaneous سيكون عرض للcompound fracture أكثر من أجزء آخر من التبية الآن fracture of the tibia through the nutrient canal nutrient canal هي عبارة عن نستطيع أن نعتبره ثقب أو نستطيع أن نعتبره قنام خاص أيضا nutrient canal أو nutrient foramen هي عبارة عن قنام يدخل من خلالها nutrient artery وهو ببساطة الارتري الذي يزود العظم سيدخل من خلال هذه القناة إلى داخل الارتري ثم ينتشر وتحدثنا عن هذا الموضوع في general anatomy فحينما يكون الكسر في هذه النقطة في نقطة nutrient canal ثم نلاحظ في هذه النقطة سيؤدي predispose the patient to non-union of the bone fragments resulting from damage to the nutrient artery أي ذكرت قبل قليل أن حينما يتعرض العظم إلى نقص في blood supply يعني أن الدم الذي يصل إلى العظم ليس بالقدر الكافي فهذا يؤدي إلى تأخير عمل healing أو تأخير شفاء العظم من الكسر وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى أنه لا يوجد أبدا healing ففي حالة هذه النقطة non-union أي أن العظم لن يلتأم ما لم يزود بكمية كافية من الدم فحينما يكون الكسر في هذه النقطة يجب أن نضع في أذهاننا أنه ممكن أن نصل إلى حالة non-union أيضا Transfers March Stress Fractures Stress Fractures وهو تعرض العظم إلى الكسر بسبب Repetitive Stress وهو استخدام العظم لفترات طويلة وبإجهاد لا بأس به قد يؤدي إلى كسر العظم حتى وإن كان العظم ليس فيه مرض أو ليس هناك أي injury Of the inferior third of the tibia are common in people who take long hikes Hikes هي عبارة عن نوع من الرياضات نحن لا يهمنا اسماء الرياضات ولا يهمنا كيف يقومون هؤلاء الناس بهذه نوع من الرياضات نحن ما يهمنا هو Repetitive Stress على هذا العظم Before they condition for this activity أي أنهم لا يقومون بعمل warming up لا يقومون بعمل إحماء مباشرة يدخلون في Stress كبير على العظم وهم غير مؤهلين لعمل هذا النوع من Stress فيؤدي ذلك إلى تعرض العظم لضغط كبير لقوة كبيرة نسبيا ولكن مستمرة لفترات طويلة تؤدي إلى كسر حتى وإن كانت القوة الذي يتأرض لها العظم غير كافية لكسره ولكن حين تعرضه لفترة طويلة لهذه القوة وهي من الممكن أن تكون استخدام ليس بالكبير فمثلا في المراهقين وأيضا الأطفال حينما يقومون ب أو حينما يتمرنوا بالصلاة الرياضية وحتى الأشخاص البالغين حينما يتمرنون في الصلاة الرياضية الجم لعبة الحديد فيكون هناك ضغط كبير على العظم فلو استمر هذا الشخص في الضغط الكبير على العظم لفترات طويلة فقد يؤدي إلى كسر العظم حتى وإن كان العظم سليم ليس فيها أي مشكلة وليس هناك أي أصابة أيضا أي بما معناته أنه حينما يقومون بعمل سكينج وهو التزلج على الجريد على ما أعتقد أن الأمور واضحة مع معناة التزلج على الجريد فحين تعرض للصلاة أو حين تعرض للسقوط فسيكون هناك ضغط في هذه النقطة على العظم ويؤدي إلى كسره وهذا شيء شائع في لعبة التزلج على الجريد فهذا شيء شائع ويؤدي إلى نوع من الكسر سمي بسبب تعرض أو بسبب أن هذه الطاهرة على ما يبدو أنها شائعة أو أن هذا الكسر بسبب التزلج على الجريد شائع فأدي إلى تسمية هذه النقطة في الكسر أو الكسر في هذه النقطة من العظم تسمية خاصة وسمية boot top fracture نحن تطرقنا إلى الأبيفيزيال بلايت هنا هذه الأبيفيزيال بلايت للفيمر هذه الدستل أبيفيزيال بلايت للفيمر وهذه البروكسيمال أبيفيزيال بلايت للتبيا هذه أيضا مثل ما نلاحظ للفيبيولا أيضا لديه أبيفيزيال بلايت ومنه لاحظاتنا لهذه النقاط نعرف أن هذا الشخص ليس بعمر ليس أدلت ليس بالغ وإنما لا يزال في عمر المراهقة لذا فإن الجسئي العظم الأبيفيزيال والديافيزيال ليس مندمجين وهذا يبرر وجود الأبيفيزيال بلايت فلو كان هذا الشخص بالغ فسنلاحظ هنا وجود خط صغير ووجود تذخن ليس هناك فراغ بالثمان لاحظ ليس هناك فراغ في هذه ليس هناك شيء يعني فراغ يؤدي إلى الاعتقاد أن هذا ليس هناك عظم فلا يوجد هذا الشيء يوجد فقط لين بسيط أي يسمى أبيفيزيال لين فحينما يكون الكسر في هذه النقطة سواء كان من التبيا أو من الفيمر ولكن في هذا المثال سنتطرق إلى التبيا فقط فالتبيال فركتورين من الناس يكون أشخرافة أولاً إذا كان لديهم أبيفيزيال البيئات سبب أنه أشخراف أشخراف سبب أنه يكون أشخراف لأن المثاد من الأحفال يمكن أن الناس يكون أشخراف أي سيتعرض للخضر سيتعرض النمو الطبيعي لدى الناس إلى الخضر مما يؤدي إلى من المحتمل توقف النمو ومن المحتمل انه اذا حصل كسر في اللفت مثلا اللفت تبية سيكون انه هناك مشكلة في نمو اللفت تبية بينما يكون هناك الريت تبية نموه طبيعي مما يؤدي الى خلل في توازن الشخص نفسه فلهذا ستكون خطيرة اكثر وتحتاج الى معاملة مختلفة اما اذا كان كسر طبيعي ايضا الفيبيولار فراكتورز ننتقل الان الى الا اخر وهو الا الا التاسع هنا سنتحدث عن الفيبيولار فراكتورز عن الكسور التي ممكن ان تحصل في الفيبيولار فبيولار فراكتورز كامل لي اكرد 2-6 سنتيمتر proximal to the distal end of the lateral modulus هذه هي lateral modulus فسيكون هناك من 2-6 سنتيمتر من 6 سنتيمتر سيكون الكسر في هذه النقطة فat the distance of 2-6 سنتيمتر سيحصل الكسر في هذه النقطة and are often associated with fracture dislocations of the ankle joint اي ان نحن تطرقنا ايضا ولكن ليس بشكل تفصيلي لاننا لم نتطرق الى حد الان الى المفاصل الى joints of lowerlim ولكن التبية اعتذر الفيبيولار من اهم الوظائف الذي لديه في الانكل جويند هو تثبيت الانكل جويند فحينما يتأرض الفيبيولار الى الكسر في هذه النقطة قد يؤدي الى خلل في الانكل جويند نفسه لانه مسؤول ايضا عن تثبيت الانكل جويند فقد يؤدي الى dislocation dislocation اي ازاحة المفصل عن موضوع الطبيعي او ان العظمتين لو نلاحظ ان هنا التبية نوعا ما ازيح عن مكانه وايضا الفيبيولار ازاحة المكانه وبالنهاية اختلال في الارتكولار سرفيس ليس هناك coordination في الارتكولار سرفيس الموجودة في هذا الجويند ويؤدي الى اخلال في توازن الشخص نفسه of the ankle joint which are combined with tibial fractures احيانا يحصل ليس فقط fibular fractures ما يؤدي الى tibial fractures في بعض الاحيان fractures of the lateral and medial maluli هذه هي المدial maluli وهذه المدial maluli وهذه المدial maluli وهذه المدال مثل من اللحظ هذه المدال هذه المدال الكسر هنا are relatively common in soccer soccer and basketball players soccer soccer قصد فيه football ولكن لا اعلم لماذا استخدم كلمة soccer ولكن ايا يكون هي عبارة عن رياضة من الرياضات المحتمل ان تكون كرة القدم ولكن لا اعلم ما الفرق بين football و soccer ولكن يبغى انها احد الرياضات fibular fractures can be painful owing to disrupted muscle attachments نحن يجب ان نستذكر نقطة ان الفيبيولة ليس له وظيفة في حمل وزن الجسم اي ان كل وزن الجسم يكون محمول او كل وزن الجسم التي تقوم الساق بحمله يكون محمول على التبية فقط اما الفيبيولة فلا يشارك ابدا في حمل اي وزن في الجسم ولكن لديه وظيفتين مهمتين جدا الوظيفة الاولى وهي muscle attachment يزودنا بال muscle attachment surface area for muscle attachment وايضا يقوم بتثبيت وظيفته الوظيفة الاخرى المهمة يقوم بتثبيت ال ankle joint فاي كسر في الفيبيولة قد يؤدي الى اختلال هاتين الوظيفتين اي بما معنات سيؤدي الى اختلال ال ankle joint نفسه او الى اختلال في المصل attachment فمثلا نلاحظ walking is compromised compromised أي سيتعرض الى اخلال سيكون هناك اخلال في السير بسبب ان ال ankle joint نفسه لم يعد stable مثل ما كان قبل كسر الفيبيولة فالفيبيولة مهم جدا في عمل stabilization لل ankle joint because of the bone's role in ankle stability or stabilization الآن ننتقل الى موضوع يعتبر مهم ومهم لانه صراحة انا حينما قرأت هذا الموضوع اضاف لي شيء لم اكن اعرف بوجود هكذا شيء حقيقة الامر فبالنسبة لي هذا الموضوع يعتبر interesting bone grafts bone grafts يقصد فيه هنا هو زراعة العظم او نقل العظم من مكان الى مكان بالجسم كيف if a part of major bone is destroyed by injury or disease the limb becomes useless أي لنفرض جدلا أن هناك كسر أو هناك اقتلاع لقطعة من التبية أي أن التبية لم يعد functional وبالنهاية لم يعد اللم بحد ذاته functional أي أنني لن أستطيع السير مرة أخرى فما الذي ممكن أن أقوم به لكي أعيد خاصية المشي لهذا الشخص أجعله يسير من جديد ما الذي ممكن أن أقوم به ببساطة البتر أي أنه حين تعرض أحد الأطراف إلى الدمج من غير الممكن معالجة هذا الدمج أو حين تعرضي إلى إنجري تؤدي إلى الدمج ولكن من غير الممكن معالجة هذا الدمج فقد يؤدي في النهاية الحل الأخير هو بتر هذا الطرف أو بتر هذا الجزء من الطرف ولكن حين وجود البون ترانس بلانت أي أننا ممكن أن ننقل جزء من عظم معين إلى مكان آخر إلى مكان آخر مثلا من الممكن أن ننقل جزء من الفيبيولة إلى التبية إلى عظم التبية وبالنهاية نستطيع عمل ريزيرف لللم فانكشن ففي هذه النقطة سنتجنب الامبوتيشن سنتجنب بتر هذا الطرف وبالنهاية سلامة هذا الشخص نسبيا الفيبيولة الفيبيولة هو مثل ما قلت هنا هو أكثر هو من أفضل وأكثر المصادر البون غرافتينغ شيوعاً أو استخداماً لأننا تحدثنا أن الفيبيولة لا يؤثر أو لا يحمل وزن الجسم لا يشارك في حمل شيء من وزن الجسم فبالنهاية وظيفة حمل لوزن الجسم لا يوجد ليس لديه أي وظيفة في حمل الجسم وظيفة حمل الجسم في الساق تكون مخصصة فقط للتبية فالفيبيولة هنا أو بمعنى أصح أن التبية أن التبية له وظيفة أهم من الفيبيولة فحينما يتأرض التبية إلى خلل إلى كسر أو إلى دامج لا يمكن أن يكون هذا الدامج ريفيرسابل ريفيرسابل أي يستعيد نشاطه يعمل فالحل ربما يكون الحل الوحيد هو نقل قطعة من الفيبيولة ووضعها في التبية لكي يستعيد التبية صحته وبالنهاية يعمل وبالنهاية أعمل ففي الفيبيولة ما قلت هو الأكثر شيوعاً أي أنني حدما أزيل قطعة من الفيبيولة فممكن أن أحافظ على الووكينج جومبينج حافظ على المشي بشكل طبيعي وحافظ على أن الطفل مثلاً الطفل الذي تعرض لدامج في التبية يستطيع أن يقفز جومبينج ويبقى الرنينج أيضاً الركض يبقى نورمل أما كيف يحصل هذا الشيء؟ الموضوع ليس مقتصر فقط على اللور أيضاً من المحتمل أن نأخذ قطعة من الفيبيولة ونضعها في الأبرلم وذلك للمحافظة على أي أنني أنا أعمل 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 حسابات لنفرض أنها حسابات أنا لدي فبيولة في منطقة معين هذا الفيبيولة لا يحمل وزن الجسم ومن الممكن أن أزيل قطعة من الفيبيولة ويبقى الشخص قادر على عمل لا تتأثر هذه وبالمقابل لدي مكان آخر من الجسم العظم فيه متعرض إلى وأنا أحتاج هذا أحتاج ذلك المكان أو أحتاج ذلك الجزء من الجسم أكثر من احتياجي إلى الفيبيولة فبالنهاية أقوم بنقل قطعة من الفيبيولة ووضعها في مكان آخر المكان الأهم بالنسبة لي أو بالنسبة لهذا الشخص أحياناً يكون هناك أمراض أو أمراض أو تشوهات ولادية في العظم أحياناً يكون هناك تراما أو هناك الدمج للعظم بمنطقة لا يمكن أن تعمل هناك إنجريز قد يؤدي بالنهاية إلى أي أنه هناك ضرر لا يمكن أن يعود لا يمكن أن يعود لحالته الطبيعية وأحياناً يكون هناك مالغنانت تومر أو تيومر مالغنانت تيومر أي أنه ظهر صراطان في أو ورم خبيث في منطقة من العظم أدى إلى استئصال هذه القطعة من العظم وبالنهاية هناك خلل أي أنه لا يستطيع الشخص مثلاً لنفرض جداً أن هناك في التبية ظهر هناك مالغنانت تيومر في هذه النقطة وأنا اضطررت إلى اقتلاء هذه النقطة بالكامل لجسء من التبية فأحتاج إلى تعويض هذا الجسء وإلا أن هذا الشخص ليستطيع أن يمشي لن يستطيع أن يركض لن يستطيع أن يقفز مجدداً فلذا أخذ قطعة من الفيبيولة وأضعها في التبية الآن يجب علينا أن نتصور الموضوع أن يكون لدينا فكرة أعمق نوعاً ما عن الموضوع كيف تتم عملية أو ما هو التأثير على الفيبيولة ما التأثير الذي يحصل على الفيبيولة حين أخذ جزء منه وما التأثير الذي يحصل على العظم الآخر حين أعطاهه جزء من الفيبيولة هل سيكون الموضوع طبيعي بالكامل؟ هل هناك خلل؟ هل سيبقى هناك خلل؟ لن نلاحظ أي أنني حينما أأخذ قطعة من الفيبيولة فأنا أأخذ قطعة تملك بلات سبلاي أنا لا أأخذ قطعة لا تملك بلات سبلاي أو لنفرض أن هناك قطعة في هذه النقطة مثلاً هذه النقطة ليس هناك بلات سبلاي كافي أي أن هذه النقطة من الفيبيولة تأخذ البلات سبلاي من هذه الأرتريس فحينما أأخذ هذه القطعة فقط فأنا لا أستطيع أن أزود هذه القطعة في البلات سبلاي حينما أضعها في المكان الآخر في النيو بليس ولكن حينما أأخذ قطعة من هنا مثلاً أو هذه القطعة بالكامل أو قطعة من أي مكان من هذه فأنا أستطيع أن أزودها بلات سبلاي لأن ببساطة هناك أرتريس مثلاً ما نلاحظ تزود هذه النقطة طبعاً هذه الصورة ليست حقيقة مئة بالمئة ولكن نوعاً ما توضح شيء من الحقيقة فحينما أخذ قطعة من هنا وأضعها في مكان آخر فأنا أحتاج إلى أن يكون في هذه القطعة الذي أعمل لها يجب أن يكون فيها ليجب أن تكون هذه القطعة أي أنني أستطيع أن أأخذ هذه القطعة مع بلات سبلاي مع آرتري مع ذين أيضاً وأوصل هذا الأرتري وهذا الفين في المكان الآخر لا أستطيع أن أأخذ قطعة أن أأخذ قطعة ليس فيها free vascularized أي أنها لا تحتوي على بلات سبلاي لا تحتوي على بلات سبلاي حرة أستطيع أن أزودها أستطيع أن أربطها في مكان آخر وبالنهاية يكون الى بلات سبلاي كافي لهذه القطعة إذ لم يتحقق هذا الشرط free vascularized part of the bone إذ لم يتحقق هذا الشرط لا أستطيع أن أعمل bone transplantation أو bone grafting وفي المقابل هذه القطعة التي سوف أخذها من هذا العظم لنفرض أنني أخذت هذه القطعة من الفيبيولة وأضعها في التبية مثلاً هذه القطعة التي أخذتها هنا وأخذت معها blood vessel هذه القطعة لن تستطيع أن تعمل regeneration أي أنني حينما أخذ قطعة من الفيبيولة لن يكون هناك لن يقوم الفيبيولة بعمل قطعة إضافية أي أنني أخذ قطعة لا يمكن استبدالها بهذا المعنى فتبقى هذا الجزء هنا فارغ يبقى هذا الجزء بالعظم نعم الموضوع شائك نوعاً وموضوع في تفاصيل كثيرة وهناك أمور أخرى سنتطرق لها وسنتعرف عليها في المستقبل أنا اقتلعت العظم وأقتلعت معه البريريوستيوم هو الجزء من العظم الذي يحوي على البلد ويزود جزء من العظم بالبلد وأيضاً النيوترينت أرتري أنا أخذ جزء من النيوترينت أرتري أي أنني أخذت العظم مع هذه القطعة من العظم يجب أن تكون فبالنهاية أنا أخذت العظم وأخذت معه البلد سبلاي وبالنهاية لن يستطيع العظم في المكان الذي أخذت منه لن يستطيع أن يعمل أي أنني حينما أأخذ سأعيد تلخيص الموضوع بشكل سريع أنا حينما أريد أن أخذ قطع حينما أريد أن أعمل من نقطة معينة فيجب أن يكون هذا الجزء من العظم يحتوي على بلد سبلاي أي أنه free vascularized أستطيع أن أقوم بوضع أو بربط الأرتريس مع بعضها البعض في المكان الجديد بالمقابل هذا المكان القديم الذي أخذت منه العظم لن يستطيع أعمل لأنني أخذت القطعة العظم مع البلد سبلاي مع البريستيم بالمقابل إذا لم أأخذ العظم مع البلد سبلاي لن يستطيع هذه القطعة الجديدة من العظم أن تنمو في المكان الآخر أن تنمو في العظم الآخر في هذه الحالة أنا مضطر إلى أخذ البلد سبلاي في الريستيم والعظم نفسه ووضعه في مكان آخر وسيقوم بعمل ويقوم بالنمو في المكان الآخر وفي النهاية عملت الذي حصل لدي في عظم يكون أكثر أهمية من العظم الذي أخذت من البون هنا هنا يعني أنني حينما أضع العظم في مكان آخر فأنا ستستطيع النمو بشكل طبيعي سيحصل هناك في المكان الجديد أما المكان القديم فلن يستطيع عمل لن يكون هناك لن يكون هناك أي أنني حينما أريد أن أقوم بعمل يجب علي أن أعلم بالطبط مكان النوترينت فوريمن وبالنهاية المكان الذي يدخل من خلاله النوترينت أرتي لأنني حينما أريد أن ترجع أي أنني حينما أريد أن نفس الحديث الذي تحدثته قبل قليل حينما أريد أن أنقل قطعة من عظم إلى عظم آخر يجب أن يكون فيه حتى يستطيع أن ينمو في المكان الجديد ويجب علي معرفة مكان الذي يدخل من خلالها هناك أيضا مكان آخر لعمل البون غرفتين ليس فقط الفيبيولة ولكن أيضا التبية أستطيع أن أعمل فيه بون غرفتين طبعا هذا الموضوع لن أتطرق له بشكل تفصيلي ولكن مجرد فكرة أن الـ site of bone and grafting ليس فقط في التبية وليس فقط في الفيبيولة أيضا في التبية أستطيع أن أخذ bone and grafting ولكن في هذه الحالة من المؤكد أنني لن أقوم بعمل إخلال للwalking والrunning والjumping هذه هي الأمور المهمة للأطفال فلن أعمل إخلال لها ولكن سيكون هناك في استخدام هذه القطعة من الأظم فلني أنا لا أريد أن أريد أن أصلح وعمل دمج آخر يكون الدمج الآخر أقصى من الدمج الأول فبالنهاية من المؤكد أن هنا سيكون هناك حسابات خاصة لعمل هذا الشيء أيضا نحن ممكن أن نستخدم التبية باعتبار أن التبية سبكوتينيوس وهناك مساحة كبيرة من التبية هي سبكوتينيوس فنحن نستطيع أن نحقن أمور معينة نحقن مواد معينة تساعد الأطفال حينما يكونون شوكت أي أنه هناك مثلا سيفير أنيميا أو أن هناك سيفير بلود لوس أو أن هناك ديهايدريشن فنقوم بحقد مواد معينة لمعالجة ديهايدريشن والشوك فيكون هناك حقد مباشرة إلى البون مر الآن ننتقل إلى الآية الأو الآخر أو الآية الأو الحادي عشر وهو الكالكينيال فركترز أهارد فول أنتو ذا هيل فروم لادر لادر يقصد فيها درج درج فور اكزامبول ماي فركتر ذا كالكينيوس كالكينيوس مثل ما نلاحظ هذا هو الكالكينيوس فحين السقوط من مكان مرتفع والسقوط على القدم على القدم قد يؤدي ذلك إلى كسر الكالكينيوس ونستذكر أن الكالكينيوس الكالكينيوس يحمل أغلب وزن الجسم يحمل أغلب وزن الجسم فحين السقوط سيكون هو أرض أكثر من غيره إلى الكسر ماي فركتر ذا كالكينيوس انتو سيفيرال بيستز برويسينج كوميناتد كوميناتد فركتر وقد تطرقنا إلى الكوميناتد فركتر فالكوميناتد فركتر لالكالكينيوس يحصل في العادة حين السقوط A calcaneal fracture is usually disabling because it disrupts the subteller أو tellocalcaneal joint tellocalcaneal joint هذا هو التلس وهذا هو الكالكينيوس فهذا هو التلس أو السub tellar joint tellocalcaneal joint where the tellus articulates with the calcaneus أعيد هذه الفقرة حينما يكسر الكالكينيس فإنه يعمل disruption يعمل disturbance لهذا الجوينت والذي هو sub-teller joint or telo-calcineal joint ننتقل إلى الآيال الثاني عشر وهو التeller neck fractures fractures of the teller neck may occur during severe dorsiflexion dorsiflexion لنفرض أن هذه هي القدم لأن لن أستطيع أن أظهر قدمي في هذه الحالة وفي هذا الجو من التصوير فلنفرض أن هذه هي القدم فحينما عمل هذا سيكون هو dorsum وهذا سيكون هو soul of the foot فحين عمل dorsiflexion هذا المقصود بالdorsiflexion بهذه الطريقة هذا هو dorsiflexion هذا هو dorsiflexion ففي هذه الطريقة سيكون هناك dorsiflexion فحين عمل severe dorsiflexion يعني أنني سأعمل dorsiflexion وسيكون هناك ضغط كبير يعني الصور الحالة أكثر سيكون لدي for example when a person is pressing pressing أي يضغط يضغط extremely hard on the brake pedal of a vehicle أي أنك حينما تضغط بقوة على الفرامل وتتعرض إلى حادث سير فسيكون هناك severe dorsiflexion during a head on collagen head on collagen أي أنك ستضغط بشدة على الفرامل ويؤدي ذلك إلى حينما تصطدم حينما تصطدم حينما يكون هناك accident حادث ستضغط بقوة على الفرامل وترتطم السيارة فبالنهاية سيؤدي إلى severe dorsiflexion وبالنهاية يؤدي إلى neck أو teller neck fractures in some cases the body of tellers dislocates posteriorly أي أننا سنتعرض أيضا ليس فقط إلى teller neck fracture في بعض الأحيان يكون هناك هناك dislocation للteller body posteriorly أي أنه يتعرض في هذه الحالة سيخرج مثلما نلاحظ سينزح في هذه الحالة هنا dislocation سينزح إلى إلى posteriorي سينزح إلى الخلف أيضا لدي الثالث عشر وهو المتترسل fractures متترسل fractures متترسل fractures occurring when a heavy object falls on the foot هناك heavy object يسقط أي أن هناك جسم ذاوزن عالي أو جسم ثقيل يسقط على مثلا نلاحظ على المتترسل أو المتترسس of the foot for example هذا كمثال أيضا هناك متترسل fractures are also common in dancers 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 يقصد فيها البالي دانسة هؤلاء هم البالي دانسة مثلا ما نلاحظ هذا هو رقص البالي نلاحظ أنها تضغط على مثلا ما نلاحظ في هذه النقطة فهي تضغط بالكامل وزن الجسم بالكامل يكون على المتترسل على المتترسل متترسل bones أو المتترسس فالبالي دانسة who use the dummy point technique أنا لا أفهم في البالي ولكن من الواضح أن ال dummy point technique أنها هناك نوع من أنواع الأحذية تستخدمها لكي تركز النقطة أو بمعنى صح أنها تساعد في حمل وزن الجسم بالكامل على الترسل bone أو المتترسل bone متترسس فحين خلل في التوازن أو هناك أيضا يحصل في هذه النقطة ربيتة في سترس حين التمر لفترات طويلة وقد يؤدي إلى الكسر بسبب السترس أي أن هذه الدانسة ستضع وزن جسم بالكامل على المتترسل وبالنهاية سيؤدي ذلك إلى الكسر أيضا من المتترسل متترسل فتيغ فرركترس وتطراغت أنا إلى الفتيغ فرركترس أو المتترسل فتيغ فرركترس الشخص فات فأنه سيعرض المتترسل إلى أو المتترسل المتترسل بونز أو نفس الاستخدام نفس الجملة نفس الكلمة سيؤدي ذلك إلى الكسر بسبب repetitive use ويؤدي إلى transverse fracture of transverse fracture of the متترسل resulting from repeated stress of the metترسل متتر أيضا لا نزال في المتترسل fractures when the food is suddenly and violently inverted يقصد فيها عمل inversion هذه الحركة هي inversion وهذه الحركة inversion أي أن inversion هو عبارة عن عمل rotation أو internal بمعنى صح أنه تدوير القدم لكي يكون soul soul of the food إلى الداخل وهو شبيه بالlateral rotation ولكن هو ليس lateral rotation وفي الحقيقة سيكون هناك inversion أي أن soul of the food سأدخله إلى الداخل فيسمى inversion أما في حالة inversion فالعكس من هذا soul of the food سيخرج إلى الخارج بهذه الطريقة the tuberosity of the fifth metatarsal may be avulsed هنا سيحصل لدي avulgence بدل أن يكون هناك fatigue fracture سيحصل لدي avulgence والavulgence سيكون ل tuberosity of the fifth metatarsal bone by the tendon of the fibularis previous muscle fibularis previous muscle عبارة عن عضلة ترتبط بال algebrosity of the fifth metatarsal this injury produces pain and edema من المحتمل أن يحصلنا لك edema edema هي عبارة عن تجمع سواء الجسم تحت الجلد مباشرة وأيضا يحدث pain at the pace of the fifth metatarsal and may be associated with a severe ankle sprain أي التواء شديد في الكاحل قد يؤدي في هذه الحالة هذا هو التواء شديد في الكاحل قد يؤدي إلى كسر قد يؤدي إلى عمل avulsion ل الآن ننتقل إلى الآية الرابع عشر وهو os trigonum os trigonum a durnal ossification of the talus الآن سيكون الموضوع في التالس the secondary ossification center which becomes the lateral tubercle of the talus هذه مثلا ما نلاحظ هنا هذه البosterior process مثل ما تطرقنا إليها في محاضرة الفود bones فهذه هذه هي عبارة البosterior process of the talus البosterior process ستم لك two tubercles و groove يمر ما بين هذين التي فيكون لدي lateral tubercle هنا المشكلة ستحدث في lateral tubercle of the talus سيكون لديها ossification secondary ossification center خاص بها ستفشل أو لن تستطيع سيكون هناك defect أو من المحتمل أن يكون هناك defect أو تأثر تضرر بسبب البيئة سنتظر على هذا موضوع بعد قليل ولكن سيكون هناك خلل معين يؤدي إلى أن هذه القطعة lateral tubercle من posterior process of the talus لن تستطيع أن تلتأم أو تلتحم أو تعمل fusion مع ال talar body مع ال body of the talus فماذا قد يحدث ما يحدث this failure may be caused by applying stress forceful planter flexion الآن نحن تطرقنا إلى dorsiflexion planter flexion هي أكسها هذه هي planter flexion وهي ببساطة تحريك القدم إلى الأسفل باتجاه soul فهذه هي planter flexion during the early teens early teens أي أنها في أعمار في التينيجر في سن المراهقة فسيكون هناك تأرض لسترس بسبب forceful planter flexion المحتمل أن يحصل بسبب مثلا على سبيل المثال في تمر في النادي الرياضي في القاعة الرياضية ففي القاعة الرياضية مثلا حين القيام ب forceful planter flexion نالك تمرين نقوم به لتمرين عضلات posterior أو posterior aspect العضلات الموجودة في posterior aspect فنقوم بعمل planter flexion ونقوم بحمل أوزان عالية ففي هذه النقطة من المحتمل أن يحصل هناك هنالك سترس على هذا الجزء من التلس ويؤدي إلى اقتلاء هذه القطعة وهي الاترال tubercle of the posterior process of the talus اي أن هذه القطعة ستبقى لن تلتأم ستبقى لن تتحد مع التلر بدي لن تتحد وتبقى وحيدة مع بعضها ويكون هناك non-union process event أو either event may event يقصد فيها أن هناك forceful stress أو هناك خلل بحيث أنه لن يكون هناك التأم ففي كل الأحوال التي لن يحصل فيها التأم ماذا قد يحصل سيؤدي ذلك may result in a bone accessory ossicle bone accessory ossicle أي أنها قطعة إضافية من العظم هي لم تعد متحدة مع العظم الأساسي الذي هو التلس ستكون موجود تكون بهيئة منعزلة مثل ما نلاحظ هنا وكأن هذا عظم إضافي أي أن هذا عظم هذا عظم هذا عظم هذا عظم هذا عظم هذا عظم إضافي فيكون accessory ossicle هذه الحالة تسمى oss terrenum وهي حالة تحدث مثل ما قلنا teenager حينما يقومون بالتمرن بأوزان عالية وهم غير مستعدين لحمل هذه الأوزان وهناك secondary ossification center خاص لهذا الجزء من التلس لم يكمل وهؤلاء لا علم لما العجلة يعني لدخول القائر الرياضية ولكن دخلوا القائر الرياضية واستخدموا أوزان عالية أدى في إلى هذه الحالة أي أنها ليس بالشيء الخطير ليس أنها حالة مرضية ولكن هذه قد تحدث وحينما نلاحظها مثلا نحن كأطباء حينما نلاحظها في الأكسري نلاحظ أن وجود هذه القطعة العظمية ما يهمني طبعا من هذا الموضوع كله أنني حينما ألاحظ هذه الحالة لا يجب أن يكون في تصوري أن هذا شيء أبنورمال لا من المحتمل أن يكون هناك شيء أبنورمال ولا يوجد شيء خطير هذه المعلومة قد تؤدي به إلى هذه النقطة فمن المهم أن أطلع على هذه الأمور التي تحدث بنسبة من 14 إلى 25 بالمائة من الأدولت ولا عالم هذه النسبة بأي بلد ولكن بشكل عام أنها شيء نوعا ما شاعر فاليجب علي أن أنتبه لهذا الشيء الآن سيسامايد بونز سيسامايد بونز أو سيسامايد بونز هي عبارة عن عظام تكون امبدد احد أهم الأمثلة للسيسامايد بونز وهو البتلة وتطرقنا في محاضرة منفصلة للبتلة فالسيسامايد بونز التي موجودة في هذا في في هذا هو أو فهذا يكون لديه مثلا نلاحظ المتترس سيحوي على نحن تطرقنا إلى ما يهمني من هذه تفاصيل غير مهمة الآن لأننا قد قد تطرقنا لها مسبقا ما يهمني من الموضوع أن هناك هناك موضوع إن شاء الله سنتطرق له في هذه القناة ولكن ليس الآن وهو في الورلم الووكين بروسس أو كيف تحدث عملية السير الووكين بروسس ماذا يحصل تملك كذا فيزز تملك أدة أطوار أحد أطوار الووكين بروسس هو في نقطة من النقاط سيحمل وزن الجسم تقريبا بالكامل على على هذا الجزء على هذا الجزء من المتة المتة ترصص وبالتحديد سيكون هناك على السيسامويد بونز فهذا ما يهمني أحيانا يحصل هناك في هذه البونز وسنعرف كيف هذه التسميل مهمة الآن سنتظرق لها بالمستقبل ولكن هي أحد الأطوار في عملية السير أي أنه سيكون هناك السيسامويد بونز ستكون كارتلج بالعادة هذا سيحدث قبل الولادة أي أن الشكل السيسامويد بونز سيكون قبل الولادة ويحصل السيسامويد سنتر Late in childhood أي أنه في عمر لا أعلم بالضبط العمر الحقيقي لهذه الفترة العمرية أو لهذه الفئة العمرية ولكن يكون في العاشرة قبل العاشرة تقريبا أو في العاشرة من المحتوى من الفئة العاشرة فيحصل هناك justification وتتكون لدي هذه السيسميت بون تكون عظام صليبة أي أنها ستتحول من cartilage إلى عظام أي في حادث سير حادث استدام سيؤدي إلى كسر هذه العظام ومثلما قلنا أن هذه العظام في نقطة من النقاط ستحمل كامل وزن الجسم أثناء السير فأي كسر في هذه العظام سيؤدي من المؤكد إلى اختلال في عملية السير وإلى هنا أنتهى لدي الـ Clinical Correlations of Floral and Bones نلتقي إن شاء الله في الـ Revision على صور حقيقية للجسم البشري أو العظام الجسم البشري أتمنى منكم أن تعملوا لايك إذا أعجبكم الفيديو وأتمنى منكم أيضا شير وسبسكرايب وشاركون يعني أراءكم في صندوق التعليقات نلتقي بفيديو آخر